يستكمل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تل أبيب ما بدأه في الرياض من برنامج مشبوه وخطير تفوح منه رائحة النفط يستهدف المقاومة وإيران ترامب وحكومة بنيمين تنياهو العنصرية احتفل معا في تل أبيب خلال أول زيارة له إلى الكيان الصهيوني بما تحقق خلال قمم الرياض الثلاث التي فتحت أبواب المنطقة تحت يافطة الاعتدال العربي للعدو الصهيوني وشكلت تحت مسمى قوة عسكرية لمواجهة الإرهاب جبهة ظالمة جديدة ضد إيران التي تحارب الإرهاب التكفيري وتضع قدراتها وإمكاناتها إلى جانب الشعب الفلسطيني ومقاومته ضد العدو الصهيوني وسياساته الاستيطانية ما كان في الخفاء أصبح في العلن وزيارة ترامب إلى الكيان الصهيوني بعد أن فتح خزائن النظام السعودي دون حروب تؤكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة خطيرة لا يحكمها منطق سليم أو تفكير صحيح حيث العدو يصبح صديقا والصديق يصبح عدوا ولا شك أن حديث ترامب عن عملية التسوية بين العدو الصهيوني والفلسطينيين يفتقد إلى المصدقية بعدما حصل على ما أراد من مال سعودي لدعم الاقتصاد الأمريكي والكيان الصهيوني فاهتمامات ترامب لا تتعدى تحقيق هدفين الحفاظ على أمن الكيان ودعم الاقتصاد في بلاده وهو ما كان يقوله ويكرره خلال حملته الانتخابية وكما اعتادت الإدارات الأمريكية أن تترك أدواتها عند انتهاء الدور العميل الذي تؤديه فإن إدارة ترامب ستترك النظام السعودي لمصيره المحتوم بعد أن يدفع لها آخر دولار في خزائنه خدمة للكيان الصهيوني فالرياض تفتح معركة على المقاومة بالنيابة عن الكيان الصهيوني لا أكثر ولا أقل